لو أي حد من حضراتكم بيحضر درسات عليا في أي جمعة من الجامعات أو درس مناهج بحث فيعرف أن هذا موقف علميا غير صحيح ويقدح في أمنتك كباحث ما ينفعش أبدا أن تبحث أي مسألة وإنت مقرر النتيجة قبل البحث فهو موقف بعض الفرق الإسلامية التي وقعت في البدع كان موقفهم يشبه هذا هو فكر وقدر ووضع أصولا ثم بعد ذلك أقبل على النص فما وافق هذه الأصول أخذ به وما خالف هذه الأصول لم يأخذ به فهو داخل على النص بمقررات فكرية سابقة وهذا من سور الضلال طيب إيه الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح إنك تنقاد تنقاد انقيادا تاما لما يمليه عليك البحث أو حقائق البحث مش تقام حد النتيجة وبعدين تبحث في المسألة هذا لا يكون وعلى فكرة ده مش عند الفرق بس ده موقف إحنا كلنا مطالبين به في أي مسألة أنت هتنقشها مع أي حد؟ يعني إيه خلي عندك كده الباب دايما موارد خاصة لو حاجة جديدة وخاصة لو اللي بيكلمك حد من أهل العلم مش حد هراي يعني ما تقفلش علف دماغك وتسكت لا خلي دايما كده عندك انفتاح لأنك تسمع آراء جديدة تبحث مسائل جديدة ويعيش دايما بروح طالب العلم موسيقى